السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطعمة مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدود اليوم إن شاء الله سنشارك معكم في نونسي بدوق الكاكاو وبطبقة مقرمشة من نوغا اللوز فاكيجو في نونسي رائع حلوة راقية جدا للمناسبات للأعيال أيضا إذا قد تعتمدوا في الطلابيات ديالكم فإن شاء الله سنعطيكم مقادر مضبوطة جدا بالقران وأيضا بكأس العنباء أو لبل ملعقة باشا قد تكون عندكم الصورة واضحة حيلا ما تنفرش عندكم الميزان وشوفوا معيات بارك الله ما شاء الله كيف كيجو معلكين بدك الطبقة المقرمشة ديال النوغاتين فكيجو هائلين غدا نعطيكم الكمية مضبوطة ديال هاد المقادر اللي خدمت وأيضا ثمن البيع هكذا اللي أبغيتو تعتمدوا في الطلابية ديالكم غير هو ما تنسوش كتر يام عدد اللايكات أو لديز لايك المهم هو أنكم تفعلوا اليوم على الواسطة باشا كده توصل أكبر عدد من المتابعين فنخليكم مع الفيديو وفورة ممتعة فبسمنا على بركتي الله من الأحسن في الفنانسي كقاعدة فنخلطوا النواشف هم الأولين ومن الأحسن يكونوا مغربين باشا كده يتجمعوا لنفتة ما بكل بساطة فكنا ناخد سكر غلاسي ما يعدل مية وعشرين جرام سكر غلاسي من الأحسن يكون يعني سبيسيال بكاس العنبا يعادل كاس لي كيكون عامر عندي 72 جرام من بودرة اللوزحتي تكون جودة مزيانة ما يعادل كأس إلا ربا بقياس كأس العنبا أو لأربع ملاعق كبيرة مملوئة وعندي 60 جرام من الضقيق الأبيض المخصصة للحلويات ما يعادل نصف كأس بقياس كأس العنبا أو لأثلاث ملاعق كبيرة وعندي أيضا 14 جرام من بودرة الكاكاو المر ما يعادل ملاعقتين كبيرتين خلط المكونات الناشفة مع بعضيتهم زيان وكان ضيف مية وعشرين جرام من بياض البيض وضروري واحد القبيصة صغيرة ديال اللي ملحمة تنسوا واشا البنات صارت تحدفت لي أنا في المقطع دي ملح الإيواء ديالنا كان دروفها واحد القبيصة صغيرة من الملح بالنسبة للبيض قتليكم مية وعشرين جرام كي عادل ربعات الحبات كبارين من البيض كان نخذوا البيض دياله مرعي لكتعليمية وعشرين جرام سوف نخلطهم مزيانة مع بعضيتهم حتى كتندمج المكونات ثم كان ضيف عشرين جرام من العسل ومن الضروري يكون عسل مزيان يعني عسل ديال جودة عالية ماشي يكون العسل ديال السكار لانه هو كيعمل كمادة حافظة لهاد الفنانسي وممكن نخبعهم عندنا مدة طويلة ما كيوقع عليهم تشي حاجة او لا ممكن تخدموا بتخيمونين فحتى هو كيعمل كمادة حافظة للحلويات غالبا ما كيكونش مطوفر عندنا سيخطوا لما كنا شكدا كنخدموا الطلابيات يعني كيكون عندنا واحد طالب كبير لهذه النوع من الحلويات فالعسر كيكون عندنا كاملين كنخدموا بعشرين جرام كيف ما نقول لكم ما يعاديل ملعقة كبيرة وكان نخدم بمية جرام من زبدة نوازيت ما يعاديل كأس إلا ربع قياس كأس العنباء وكان نضيفها وكان نحرك المكونات مع بعض يتمزين وهو الخلط الفنانسي ديالي صبح جاهز بالنسبة للزبدة نوازيت فكان ناخده زبدة أصل حيواني مئة جرام إلا بغينا مئة جرام كان ناخده مئة وخمسين جرام كان نخليه على عفية مهلة حتى يتغير لهذا كل اللون ديالا كيو اللي غاديل دهبي وايضا كتبعت من نوحة الرحلة كتكون زويونة غالبا كاسمع في الزاف الفيديو كيقولون بحريحة النوازيت اللي هذه تسمت بزبدة نوازيت انا ما عمني بس من بيزة تذكر حدية النوازيت وجديزة تنتم موقعات معكم او لا لا فالمهم انا بالنسبة لي ارى زبدة نوازيت كتشربة ذاك الحليب او للبن او لأي مادة السائلة كتكون في الزبدة المهم كيبقى عندنا غير اليدام صافي واللون ديالا كيكون غادي البرونزي او للدهبي فصافي عملت ذاك الخلطة ديالي في البوش وغادي نحطه في تلاجة بيدما نحضر النوغة نحضر 50 غرام من الزبدة 50 غرام من الليكوز و 50 غرام من سكر سانيدة سوف يكون دوبهم مع بعضيتهم على نار يكون متوسطة لهذا الشكل 50 غرام من الزبدة ما يوعدين ملعقتين كبيرة التي يكونوا عمرين بومبيين 50 غرام من الليكوز ملعقتين كبيرتين 50 غرام من السكر ملعقتين كبيرتين في المهمة سوف نعطيكم مقادر تقريبية كذا المهم سوف يكون لديه الميزان لديه الميزان ويحبرة وليس لديه الميزان لديه غير مواد المتغيير العادي ملعقة ويستوي خدمة الوصفة كنت اكدوا بأن السكر حبيبة وليس لديه السكر ملعقة ويستوي خدمة الوصفة لا تتغير لديه السكر مع الغليكوز سوف يتضيفون 100 غرام من الوز كونكاسي أو الوز المهروش سوف يكون خلطوا مع بعضيتهم وتفوهم على النار المهم خصوص الخلطة دينا يبقى نون دينا بيض لانا مازال غطى بدين النوقة دينا نحن نحن نحاول ندوب هذه الممكنة و نضيفه على الوزقون كاسي نحن نأخذ هذا المول سليكون اللي يدخل للفرار اللي اختاري تشكل أوفال مثلا نتوفر عندكم هذا المدور حتى و أدخل موبيه كي يجي مزيان أوفال كي يجي بخزون طابل أحسن سيختيو لما كناش غادي نديروا هكذا إضافات بحل نزينهم بالشوكولة أو لا شي حاجة يعني كنديروا غادي نزين سامبل فكنأخذ مواد الأوبال صراحة أنا كيعجبني كنخدم به بزاف سوف يكون وضع ملعقة صغيرة من من هداك الخالطة ديانه كيف ما كتلاحظو ميلاد الشكل سوف يكون بقى كنتبته بالملعقة أو ما بالأصابع اللي بغيتو كتخدمه بينتو مرد كساعة كتبقى لكم كيبقى لكم عينكم ميزانكم بالنسبة لعدد الحبات ديال هاد الفينانسي فكنخرج من بهذه الكمية كنخرج جوج ربعة ستة تمانية عشرات نشر باستاش ستاش وستاش ثمانية وثلاثين حبا من الفينانسي يعني جوج مولات اللي خدمت كندخل هاداك النوغا الفران تقريبا عشرات دقايق هنا ارا انا مع صورت الفيديو بالليل كي يعني ما ما اخدش حقه في تصوير ولكن مني بغيت نصور صورات الواجهة را صورتها بالصباح رجلتو معي الطبقة ديال نوغا كيف ديرها كتكون طيبة ضوغية ولكن ما تكونش محروقات ضوغية بل كندخلها في الفران في اللول لك عشرات دقيق اللولة غير نص طيبة كنخرجو من الفران كنشدو الخليط ديالي فنانسي ديالنا من الفرن ونبدأ نوضعه بهذا الطريق اللي كتلاحظه معايا صافي وفي المرة التاني ماذا يمدخل تاني اللاطة ديالي لفران ستستوي لنا انه غير تاخد اللون الدهابي اللي كيكون في حدود المعقول وفي ناصلوق تركت طيبنا ذا كل الخالط او العجن ديالي فنانسي هنا صافي من النعبات كيف ما كتلاحظه معايا هذا المول ديالي صافي هنا هي اخديت اللوز ايفيلي هو اللي وضعتوه في الوجه ديال الحلوة ديالي كيف ما كتلاحظه له هاد الشكل صافي تاني مباشرة كنرجع هاد السيليكون اكرا ووضعها في اللاطة وكندخاف الفران اللي كيكون راري بقى شعلات بقي سخون من الفوق ومن التحت مشوول من الفوق ومن التحت 15 دقيقة كيصبحونا مستويين غير كنأكد عليكم باش توضعوا هاد السيليكون في واحد اللاطة عادي باش تدخلوه للفرن لان ذاك القاعدة او لذاك التحت ديال السيليكون يعني كيكون منه العافية ضروري اخذكم تديرو شي حاجة باش كتبخوط يجلينا ذاك الحلوة ديالنا لذاك التحرق لا بغاية ديال ما نحطوها في اللاطة وكننشعلو النار ديالنا سواء عافية وفران ديال البوطة على درجة متوسطة او لديال الغاز 180 ديال الغاز لا ديال ضو 180 درجة او لديال البوطة درجة متوسطة ديال ما كي تلفلية الغاز مع الكهرابة كلهم كي تخلطة ويما علينا شاكم فهمتوني سوف يمني كيستوي ولينا كنخرجوها من الفرن وكنصبرو عليهم 15 دقيقة را كيصبحو مستويين كنصبرو علي الله تديرنا حتى كت تبرد شوية وكنزولوهم من كنزولوهم من هذي كل ايطار ديال السيليكو سوف يمكاسبو عندنا مجين نشوفو معه النوغة فكالطياب دياله كتنتابو معه نتابو مع الطيب ديال النوغة في اللولة كان طيبوها نص طيبة وما كتتكمل الطيب دياله حتى كان نديرو فالخليط ديالي في نوصي الفوق كان ندخلوها الطيب اصافي كتتاخد ندك اللون الذهبي ما تحمروش بمزيان في اللول غير القياس لانه مازالتا باع الطيب في المرة الثانية كنأكد عليكم ونعود كنأكد باش تحصر لهذه النتجة اللي كتبها لكم باش شوية حمرتهم لانه كنت قد نحطغد بهم في المجمد باش يبقوا محافظين على القرمشة دياله وما دوكوا الراقائق دياله وازدارو تحمروهم شوية وكونوا متأكدين الى قدرتوهم بعض الطريقة فاش كتحطغدوا بهم في المجمد وكتجبدوهم الوقت اللي كتكونوا محتاجين هم را كتلقوهم قرمشين بحالية الله طيبتوهم الطريقة الاحتفاث كتوضعوهم في واحد اللاطة اللي كتبواطة لهم يريدون باستقون باستثم براستقوا غذائي كتدرون فلم جمد الوقت اللي هاتجدون في مناسبة للكم لكيتجبدوهم كي يخذو درجة حرائط الامباط وقد قدموهم بصحة والراحة كي يجوو هائلين بالنسبة الكميه اللي خرجت ليها اضطري مقاطر حوال 800 برهم بالنسبة الى تمن البيع فهمها بين 150 احتى 160 برهم كانت المناه تمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا اشتركوا اشتركوا في القناة وفي امان الله الى حلقة قادمة ان شاء الله وما تنسوش كترولي معدد اللايكات في الفيديو ولا تديز لايك المهم تفعل لي مع الوصفة باش اكدتوصل اكبر عدد من المتابعين وكان ديت كان اكد عليكم ارا هالوصفة الى جربتو واغتولي ومدمن اللايكات في خطير بزير اشتركوا في القناة